ضجة كبيرة شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بسبب ردود أفعال واسعة أعقبت تداول فيديوهات لشاب يرتدي زي الرجل الوطوات باتمان يتجول في شوارع الرياض حيث ظهر وهو يشتري القهوة من أحد المتاجر في العاصنة السعودية هذا بخلاف تداول مقاطع فيديو أخرى وثق من خلالها عدة أشخاص إيصال الشخصية الخارقة لبوابة بوليفارد بالرياض لماذا لجأ الشاب السعودي لتقمص شخصية الرجل الوطوات وما هي الرسالة التي وجهها للسعوديين من خلال شخصيته وما الذي قاله المتابعون في المملكة بعد ظهوره في شوارع الرياض هذه التفاصيل سنعرفها في الفيديو التالي تابعونا وفقا لتقرير نشره موقع العربية نت كشف الشاب السعودي ويدعى سعود الهزاني صاحب زي الرجل الوطوات عن تفاصيل القصة بأنه تم الاتصال به لتنفيذ مشروع تصوير وكان العمل مستعجلا فاضطر لارتداء زي الرجل الوطوات وعلى الطريق قام بتناول القهوة وبعدها قام بالمشي للوصول إلى بوابة البوليفارد وفي الطريق توقفت سيارة يقودها شباب لديهم روح الدعابة والمرح وعرضوا عليه توصيله لحيث يريد استكمل الهزاني حديثه قائلا بعد جلسة تصوير مدتها عشر ساعات ذهبت للنوم وبعدها استيقظت فاكتشفت انتشار الفيديوهات العفوية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فكانت مفاجأة لي لأنني أسعى دائما أثناء تقمصي للشخصيات أن أكون مرحا مع الكل وصبورا وعفويا لأن هذه الصفات تعلمتها من خلال تعامل المباشر مع الآخرين وأضاف بأنه يجب أن يكون كل السعوديين هكذا في تعاملهم وعن خبرتي في صناعة الشخصيات قال سعود الهزاني إنه يمتلك هواية تقمص الشخصيات منذ أحد عشر عاما معبرا عن هوايته بكلمة كوسيبلاي التي هو فن الصناعة أو صناعة التقمص للشخصيات المستوحات من الأفلام والألعاب والشخصيات الأخرى المعروفة بشرط أن تكون الشخصيات التي يتقمصها خيالية وليست حقيقية سعود الهزاني الشعب السعودي كشف في تقريره المنشور على العربية نات أنه خلال أحد عشر عاما جسد مئة شخصية مختلفة حول العالم ومن عشقه لهذا الفن استقال عام 2017 من عمله بعدما تعرف على الثقافة اليابانية فكانت أول فرصة حقيقية له في هذا المجال في فعالية عام 2011 بالبحرين وبعدها أصبح واحدا من عشاق الكوسيبلاي الخاص بفن صناعة وتقمص الشخصيات وأوضح سعود الهزاني في حديثه أن أبرز الشخصيات التي قام بتقمصها غيتس وسنيك من لعبة ميتل جير وريلي وزورو من لعبة أنيمي وان بيس لأنها شخصيات مختلفة لأن البعض يكتفي بشراء شخصيات جاهزة تكون محدودة الجودة والتنوع بينما يقوم سعود الهزاني بتقديم عمل مختلف من خلال قيامه بنفسه بصنع الأزياء التي يرتديها لأن أفضل ما في هذه الهواية هو الاختلاط مع الآخرين وإزالة الحواجز ومن خلالها تعرف على شخصيات سعودية كثيرة ومواطنين عاديين موسيقى